السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نصيحة الاهل البيت من الزوجات والسيدات والاخوات والزمل اللي لقيت طماطم اللي فيها البياط ده موجود جواها على طول ترمية في صنطوق الزبالة ان فيها سم قاطم من كترة الهرمونات وفي الاخر موقع لك او كاتب انا كبير مفاتيش مواندسيه بوزارة الزراعة سابقا الكلام ده غلط ليه ان الموضوع ده عبارة عن ظاهرة فيسيولوجية بيتم في الطماطم في نهاية فصل الصيف وبداية الخريف ليه في الوقت ده من العام ان الوقت ده بيكون بيحصل تباين في دركات الحرارة اختلاف تركة الحرارة بين النهار والليل اكتر من عشرة درجة مقوي فبيأثر ازاي انا اقول مثلا تركة الحرارة بين النهار 40 تركة الحرارة بين الليل 28 يحبا احنا كده زيتنا عن عشرة درجة مقوي لما تاخد فترة طويلة من الزمن مثلا اسبوعين ثلاثة فالفترة دي الزمنية بتأثر على الطماطم بتأثر على المحصول فبالتالي من حق النبات ان هو يعمل رد فعل فالرد فعل بتاع النبات بيعمل ايه بيكون ظاهرة القلب اللاحم او القلب الابيض تي ظاهرة طبيعية موجودة من الاف السنين في الطماطم على مر العصور لكن بدأ في الفترة الاخيرة نتيجة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار بعض الاشاعات ان الناس عايزة تعمل جلب اعجابات واسئلة كتير حواليهم فبيبتطي يخترع بعض المظاهر الغريبة اللي بيليها في المحاصير سواء البطيخ او الطماطم او حكات كتيرة وان شاء الله هكيب لكم كل حكا في القناة بحيث يكون المجتمع العربي مجتمع راقي متعلم منوصله المعلومة الصحيحة الجميلة طب نيك نقول الظاهرة دي احنا اتكلمنا ان هي نتيجة تغير وتزبزل تراكات الحرارة الليلة على النهار كمان في حاجة بتساعد عليها ان الفلاح في بداية الزراعة تمام بعد ما بيحصل انبات بيزيد من التسميت النيتروجيني فبالتالي وقت المحصول بيأثر بارته معاه بيبقى عامل مساعد بجانب تراكات الحرارة كده كده الفلاح بيسمت لكن الافراط في التسميت بيأثر بارته عندنا في المحصول شايفين المظاهر اللي احنا اتجبنا لكم ده شايف التماطم هاتي الكز القلب اللاحم واتي بارته من مظاهر ارتفاع الحرارة واختلافة بين النهار والليل بيعمل التكويف ده بيكون العصارة اللي حوالين البزور بتكون قليلة في بعض المناظر زي ما انتوا شايفين كده معايا في الحلقة هاتي شايف المظهر اهو بيحصل حاجات كمان في مظهر لازم نتأكد منه شايف الشكل ده الكزء اللابيت ده مع الحتة الحمر اللي في الاخر دي القشر الخارجية الحمرة دي فاكرين حلقة الخميرة والعسل اللي احنا اتكلمنا عليها السمات الحية والفي القناة لما احنا تعوتنا علي حاجة الله سبحانه وتعالى قلنا عليها لما ددت الحاجة بقعددال وبحكمة وعلى فترات زمنية مناسبة بتاخد الغرض السليم اما لما بيحصل اسراف او بيحصل غش فبيحصل مشاكل كتير اقول لكم ليه الخميرة والعسل من الاسمدة الحيوية الجميلة اللي في دراسات علمية على مستوى كليات الزراعة في جميع وطننا العربية اثبتت بالحكة والبراهين في الحلقة اللي احنا عملناها في حالة الخميرة والعسل الخميرة والعسل وفايتيته بالنسبة للنبات لكن في بعض الناس بيعملوا نوع من انواع الغش بمعنى ايه؟ اكي في موسم ارتفاع سعر الطماطم وهو عامته الطماطم في الحقل لسه مخدرة مش مستوية فيعمل ايه؟ يعمل حكا بسيطة يحضر محلول الخميرة والعسل ويزود كمان من الخميرة شويتين تلاتة بالمقدار اللي احنا اتكلمنا عنه لا يزود اكتر فيحصل ايه؟ ويرش ويطماطم لسه خضرة يحصل لنا المظهر ده شايف تلاقي الاشرار خارجية حمرت عشان يجمحها وينزلها في السوق والقلب من جوه لسه مخدرة على الفرار بالمنظر ده فنستي تقولك اوه تيه هرمونات تيه موات مسارطنة ارمو لا بيش حاجة اسمها ارمي كل بالهنة والشفة لكن اعرف الحاجات دي مش هتأثر على صحتك تردت فعل النبات نتيجة عوامل خارجية حصلت عليه الخميرة والعسل سمات طبيع الخميرة ميكروبات نفعة والعسل مادة سكرية بتساعد على تغذية الميكروبات النفعة لما تتحطى على السمار بيحصل الندق السريع ده في خلال يومين 3 نتيجة ارتفاع الحرارة فالمزارع بيجمع ويحطها على طول ينزلها في السوق عشان تتباع بسعر الغالي اللي هو يلحقه هو غش تجاري اما لو انت رشيت الخميرة والعسل في المواعيد بتاعتها المزبوطة مرة كل شهر او مرة كل اسبوعين باعددال بعد غروب الشمس في الصيف هتلاقي المحصول عندك زي الفل وحصل التلوون الطبيعي تمام فخلي بالكو ان انتشار الاشاعات انتشار الحاجات المش كويسة دي مشكلة كبيرة عندنا كمان في مظر ان ارتفاع دركة الحرارة فوق 35 درجة مقوي تمام بيأثر على جوتة السمار شايف المظهر يعني شايف حصل ايه عدم انتظام اللون على السمار فدي حاجات كلها طبيعية ما في اي خوف كله الطماطم بألفان والشفا مفيش اي مشاكل ولا اي قطرة صحية وباذن الله هعمل لكم حلقات جميلة ازاي تعرف تفرق ما بين المحاصيل المحورة ورصيا والمحاصيل الطبيعية هعمل لكم كمان حلقات عن ازاي ليه السمار الفكهة والخضروات ما بقاش فيها ريحة حلوة زي زمان الريحة الجميلة والاصناف الجميلة بتاع الزمان الحاجات كلها هنعملها في حلقات منفصلة نوعي بيها المجتمع العربي عشان احنا عايزين في الاخر مجتمع عربي زو حضارة قوية وفعالة تحياتي لكم جميعا وما ننساش اهم حاجة اشتركوا في القناة فعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد الجرس بيبقى علامة كده صغيرة موجودة جنب الحلقة من فوق فعلها وباذن الله هتلاقي المفيد في كل مكان تحياتي لكم جميعا ومع الف السلام